الصوم في الواقع واجب على الحامل وغير الحامل إلا إذا كانت الحامل أصيبت بمضاعفات وأمور اللي تمنعها من الصوم صالت عدم مضاعفات وأمراض تمنعها من الصوم ذاك الوقت هي معذورة ولكن الحمل ليس عذرا الحمل ليس عذرا وليس مانعا من الصوم أما أنت جنابك تقولين سنين أنا تركت الصوم في مسألة معينة في المسألة الحمل والآن شنو اللي أسوي اللي أسوي الآن لازم تقضي قضاء هذا الصوم اللي يفاتك لابد أن تقضينا شهر شهرين ثلاثة جديد ما أدري إن شاء الله كل فصل الشتاء أو الشهور القادمة بعد رمضان أن تقضي هذا الصوم اللي عليك وإن كان تقضيه بشكل متفرق يعني مو إلا يوم بعد يوم لا قبل سبوع يومين ثلاثة تقضينا شوية شوية ثانيا أن تنطين كفارة كفارة تأخير القضاء كفارة تأخير القضاء أن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو طحين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تعطيه بعنوان شنو كفارة تأخير القضاء نعم